اغرس افكار المستقبل بتراب الحاضر والسقيان الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه الا فيها افكار للمستقبل مع حذيف عكاش اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج افكار للمستقبل لقد حظي العقل والتفكير والتأمل بعناية كبيرة في القرآن الكريم بل رفع الله تعالى من شأن التفكير ليكون فريضة على المسلمين قال تعالى قل إنما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ولا شك أن لهذه العناية غاية عظمى تعود بالنفي على الإنسان وعلى رسالته في الأرض ما سر تركيز القرآن الكريم على التفكير والتأمل ما هي غايات التفكير في القرآن الكريم هل هي مجرد التأمل أم لأمر أبعد من ذلك ما هي غاية العمل الحضاري للمسلم في القرن الـ 21 كيف نقرأ النص القرآن الكريم قراءة تبتعد بنا عن جمود بعض التفاسير القديمة للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع التفكير السليم بين غايات القرآن الكريم وغايات العمل الحضاري يسرنا أن نستضيف المفكر المغربي محمد الطلابي في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل مرحبا بكم مرحبا الله أتمنى أستاذنا سيدي بداية أنتم تلحون على قواعدة من قواعدة التفكير السليم وهي أهمية السؤال ما سر تركيزكم على أهمية السؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من ولاما بعد أشكر الإخوة في مؤسسة رؤية على هذه الدعوة الكريمة للتواصل مع إخواننا في كل العالم عربي والإسلامي حياكم الله فقضية السؤال مركزية في إنتاج الفكر السليم وأنا هنا أستحضر قولة لشيخ علماء اللسان العربي الفراهد حينما قال العلم أقفال مفاتع وسؤال وحينما تتذبر في النصر القرآني وبالمناسبة فالتفكير يكون خارج المصر التفكير في القرآن يسمى تذبر وخارج النص أي في الدواهر يسمى تفكر فالتذبر في النصر القرآني يعطيك بأن الآيات بالعشرات الآيات إلا ما قل مئات الآيات جاءت في شكل سؤال بدون جواب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطعت وإلى الجباء وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بالمفايدة هل هناك جواب لهذه الآية؟ هذه أسئلة متعددة في آياتين أو ثلاثة بدون جواب ما السر؟ ما الحكمة؟ في تخضيري بأن التفسير القديم لا يجيب عن هذا التفسير الجديد هو أن هذه الآيات التي جاءت في شكل جملة سؤالية تريد أن تعلمنا إحدى طرائق التفكير السريد وهو طرح السؤال فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بالسيطر معناه علمهم طرح السؤال وسيصلون إلى الإيمان الحق بالله عز وجل وليس عن طريق القهر والإرغام فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بمسيطر لن تفرض عليم الإيمان علمهم كيف يصلون إلى الإيمان لا تعطيني سمكا علمني كيف أصطاد السمك وهكذا في آيات كثيرة في النص القرآني جاءت في شكل سؤال بما نتحديد الإشكالية وتعرفون الآن في الأطرحات والدكتورات والبحوث أول مكون من مكونة البحث العلمي تحديد السؤال الإشكاليات فطرح السؤال مركزي في ماذا؟ في تفجير الملكات الدينية والطاقات الدينية من ملاحظة ومن تركيب ومن تحليل ومن نقد ومن حكم إذن فالسؤال مهم لأن السؤال يعلمك كيفية استنطاق الظاهرة واستخراج مكامن تلك الظاهرة إذن فطرح السؤال مركزي بما نتحديد الإشكاليات تحديد إشكالية العصر الآن نحن مطالبون كمفكير وعلماء ودعات أن نحدد أسئلة العصر الكبرى التي يجب أن نقدم لها أجوبة في العقدة والعقدين المقبلين ما هي إشكالية عصرين أي طرح السؤال على ما هي المعيقات الكبرى وما هي مغالق العصر التي علينا أن نضع على حل أو نفتحها هذه المغالق من خلال أجوبة إما في فكر فلسافي أو في فقهين أو في قانون أو في اقتصاد أو في سياسة إذن فطرح السؤال والدربة على طرح السؤال من طرف المسلم سواء كان قديما أو معاصرا في تقدير شرط وقاعدة أساسية للتفكير السليم والإنتاج المعرفة السليمة في العقدين المقبلين إن شاء الله جميل جدا سيدي بما أننا دخلنا بهذا الموضوع هذا يدخل مباشرة في السؤال ما هي غاية العمل الحضاري للمسلم المعاصر في القرن الـ 21؟ طبعا تحديد الغايات أيضا هذا أمر أساسي بمعنى حينما تكون تفكر يجب أن تفكر بأنك تريد أن تضع غايات للعمل الحضاري إحدى قاع وعيدة التفكير السليم أنك لا تفكر هكذا من أجل أن تفكر بل أنك تفكر من أجل أن تضع غاية أو هدف استراتيجي من أجل علاج قضية ما في الاستخلاف الراشد لأننا نحن مستخلاف أنا مش صراحة تفكير وإنما يوجد هدف ويوجد سؤال نعم غائية وتبحث عن إجابة نعم يجب أن يكون تفكيرك غائي لا أنه عبتي بدون معنى بدون منفع بدوني العلم النافع والعلم النافع تطلب طرح السؤال النافع وعندها تبحث عن الغاية النافع بعض ربما سيد بالقديم والحديث أيضا التفكر بالمخلوقات للوصول إلى عظمة الخالق هذا هي غاية التفكير طبعا لا هو نعم أي غاية للتدبر والتفكر ستنتهي إلى الإيمان المطلق بوجود قوة غيبية تحكم هذا الكون الله عز وجل أي تفكير سليم سينتهي إلى أن هناك قوة غيبة فالتفكير في الضوائر بالمناسبة نقول بأن كل ما نقوم به هو محاولة تدبر وتفكر إرادة الله في أبعادها الأربع إرادة الله الكنية كن فيكون إرادة الله التكوينية خلق الكون وفق سننين جبرية إرادة الله الإنسية خلق هذا الكنس هذا الإنسان العجيب والعظيم الذي استخلفه في الأرض إرادة الله التدوينية الوحي لا يجب وهذه يمكن أن نقول نظرية المعرفة عند المسلم أو الوعاء الأيدولوجي الأساسي عند المسلم هو أن يشتغل وفق أس العقيدة في أبعاد الأربع إرادة الله الكنية إرادة الله التكوينية إرادة الله الإنسية إرادة الله التدوينية فمن خلالها نشتغل ونتذبر وذي تقدر قاعدة أساسية من قواعد التفكير السليم عند المسلم المعاصر اليوم وهو أن يشتغل وفق نظرية المعرفة الإسلامية القائمة على إرادة الله الكنية وإرادة الله التكوينية وإرادة الله الإنسية وإرادة الله التدوينية فالغايات أساسي لماذا لأننا مستخلفون في الأرض ما الغاية من الوجود عبادة الله ولكن ما الغاية من عبادة الله إقامة الاستخلاف الراشد في الأرض ولذا الاستخلاف هو الغاية المتلى الله ليس في حاجة إلى أن نعبده ولكن يريد أن يحدث استخلاف يحقق ورفها المادي والروح لهذا الكائن النوع الذي اسمه آدم إذن فالغاية قاعدة أساسية من قاعدة التفكير السري عليك أن تفكر لكن من أجل غاية وهنا يطرح أنك يجب أن تحدد أسئلة العصر ما هي إشكالية عصرها يعني غاية الغاية هي الاستخلاف أم العبادة غاية الغاية هي الاستخلاف المقولب الموضوع في قوالب عبادة الله من خلال قوالب العمران فالإنتاج العلم عبادة وإنتاج السلع الجيدة عبادة وإنتاج النظرية في الفيزياء عبادة وهذا هو العمران هذا هو الاستخلاف ولا أخفيك بأن غاية النص القرآن هي أكبر من العبادة فقط العبادة فقط غاية من غاية ولعلكم تتفكرون وعلكم تتدبرون ويأولي النوها ويأولي الألباب وغيرها من الآيات التي تحت على تفعيل الطاقة الدينية ليس عبتاً ولهذا وجدت بأن لعلكم تتفكرون وتتدبرون وتعقلون تسيطر تقريباً على عدد هام من الغايات في النص القرآني مما يدل على أهمية العقل في النص وفي الوحي وعلى أهمية أن العقل يتطابق مع النقل مع الوحي ما لا تعارض بين هدتي إذن لا بد أن من خلال الأسئلة وطرح السؤال أن نحدد غاية العمل الحضاري غاية العمل الحضاري هي أيضاً تتطلب علماً حضارياً بالواقع الحي بمعنى أن المسلمين يجب أن ينتجوا علماً حضارياً ليساعدهم على تحديد الغايات وهذا طبعاً قد يطول ولكن في تقديري بأن علم العمل الحضاري يتطلب طرائق تفكير سليم حينما تكون عندنا طرائق تفكير سليم سننتج علماً حضارياً سليماً وعندها سوف نحدد غاية العمل الحضاري وفي تقديري بأن غاية العمل الحضاري الإجابة هو تحديد الجواب عن إشكالية العصر من غاية العمل الحضاري كسنة تاريخية تجري بداية هجرة البشرية نحو الحرية السياسية أي الدموقراطية فهي غاية الآن في القرن الواحد العشرين وإشكالية الدموقراطية يجب أن نجيد لها فقه سياسي جديد ومعرفة سياسية جديدة قد تتعارض حتى مع الفقه السياسي القديم الذي وردنا عن ابن تيمية وابن قيم الجيوزية أو الأحكام السلطانية عند المورد وغيرها لماذا؟ لأن الديموقراطية إشكالية لم يعيشها جيلنا الأول بلنعيشناها نحن وبالتالي لبدأ إشكالية معاصرة تتلاءم يجب أن تكون غاية من غاية المسلم المعاصر مثلا قضية البيئة وسلامة البيئة إشكالية كبرى قضية الرأسمالية والصراع الطبقي وظهور الطبقات إشكالية جديدة لم تكن موجودة عند الجيل الأول وعند الأجيال الأولى من المسلمين وعلماء قضية المرأة وحرية المرأة وضوابط ذلك أصبح قضية الإلحاد وقضية عبادة شهوة إله الشهوة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان وغيرها من قضية الفن والجمال وغيرها من القضايا كل هذه إشكالات لا توجد لا يوجد لا ليست مشاكلا في العصر الوسيط ولكنها الآن إشكاليات وعصرين لذا يجب أن نحدد هذه الإشكاليات وعلى أساسها نضع غايات للعمل الحضاري تستنبط من هذه الإشكاليات أي هي عبارة عن فرادية الحل لحل مغالق هذه الإشكاليات في القرن الواحدة أنتم تميزون بين المسلم والمسلم المعاصر ما الفرق بينهما أسمع منكم جواب بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع المفكر المغربي محمد طلابي حول موضوع التفكير السليم بين غايات القرآن الكريم وغايات العمل الحضاري أرهب بكم فوق الإشكال أستاذنا أنتم تميزون بين المسلم والمسلم المعاصر ما الفرق بينهما يعني في عصرنا هناك مسلم ومسلم معاصر لا أقصد فقط بأن التركيز على المسلم المعاصر لماذا؟ لأن عندنا مسلم مر في التاريخ البشر العصر الوسيط كان فيه مسلمون وكانت إشكاليتهم تختلف عن إشكاليتنا والإنتاج الفكري للأجوبة عن إشكالية العصر تختلف عن أجوبة إشكاليتنا ولهذا ركزت على معاصر لماذا؟ لأن إشكالية عصر المسلم اليوم تختلف نوعيا عن إشكالية المسلم في الوسفور الوسطى القديم ولهذا لا بد أن يكون معاصر قضية مركزية لأنه يجب أن تفهم روح العصر وبالتالي أنك تطرح السؤال كيف أوافق وأحدث المطابقة ما بين روح العصر وروح الدين أو بين روح العصر وبين روح النص لماذا؟ لأن الإشكاليتنا تختلف ولهذا يجب التركيز على قضية معاصر لماذا؟ لأن روح عصرنا تختلف عن روح العصر الوسطى هذا باختصار نعم ما غاية العمل الحضاري وما هو علاقة العمل الحضاري بالنص القرآني؟ طبعا حينما نقول غاية العمل الحضاري بمعنى أننا نحدد أهدف استراتيجية للمسلم لنهود حضاري جديد في دورة حضارية تانية بعد الدورة الحضارية الأولى التي أحدثنا فيها شهود حضاري لثمانية قرون أو عشرة قرون وأحدثنا شهود حضاري للعالم اليوم نحن في حاجة إلى شهود حضاري جديد قد يكون ليس أننا نقول الحضارة العالمية ولكن على الأقل أن يكون لنا كرسي في قيادة الحضارية مع الحضارة الكوفوشيوسية الآتية مع الحضارة الهندوسية الآتية مع الحضارة الغربية القائدة اليوم من أننا نريد أن يكون لنا كرسيا في القيادة الحضارية الكونفوشوسية تقصدون بها الصين هل الصين الآن قائمة على الكونفوشوسية أم على الاشتراكية أو الشيوعية؟ التنظيم كل شيء قائم على الحزب الشيوعي على المدرسة الشيوعية الماركسية لكن تراث الكونفوشوسية كبير في وسط الصين وأعراف الكونفوشوسية منتشرة وهناك مصالحة وتصالح ما بين المدرسة الشيوعية الصينية وما بين التراث الصينية نعم موجود ولهذا الحضرة القائدة كروح وكأعراف وكتاريخ هي الحضرة كونفوشوسية لكن الذي يقود عمليه الآن مدرسة اشتراكية ولكن تختلف كثيرا عن المدرسة القديمة لقد زاوجت ولقحت المدرسة الاشتراكية بالمدرسة الليبرالية في الرأسماء في الاقتصاد في قانون السوق في كل شيء من أنها مدرسة متقدمة متطورة بالمقارنة مع الماركسية السوفيتية أو المدرسة السوفيتية القديمة إذن قلت بأن نحن في حاجة إلى شهود حضاري بمعنى في حاجتين إلى تحديث غاية العمل الحضاري لعصرنا وطبع غاية العمل الحضاري والأجوبة للإشكالات التي طرحت ليه إشكالية الدموقراطية والحرية السياسية في العالم الإسلامي إشكالية البيئة والسلام الدولي إشكالية الطبقات التي أنتجت الرأسمانية العالمية أنتم في الناحية الاقتصادية مع أي نموذج موجود الآن؟ طبعا نقول بأن العصر الذي نعيشه تسيطر على الرأسمانية حتى الاشتراكية الصينية هي استراكية في جوهرها الرأسمانية في العمق فقط يقودوا الحزب الشيوعي يعني الاقتصاد الحر دعنا وأنتم مع الاقتصاد الحر طبعا ولكن منضبط نحن أيضا في عقيدتنا نحن لسنا ضد الاقتصاد الحر فديننا واقتصاد الإسلامي ليس ضد الاقتصاد الحر وليس ضد الملكية الخاصة ولكنهم ملكيتون أيضا واقتصادا منضبط تراعي الرايف وتراعي الاجتماع بالمناسبة عندي نظرية في قضية الشكل الاجتماعي الاقتصادي الذي جاء به الإسلام النظام الاجتماعي السائد في ديننا هو نظام هرمي هناك طبقة غنية في أعلى وهناك طبقة وسطة وهناك طبقة عاملة وهناك معويزون وفقراء في أسفل العرب في تقديري بأن النظرية الاقتصادي والاجتماعية في الإسلام وأنا طرحت على بعض علماء الاقتصاد للمسلمين أنها إهليجية وليست هرمية فهي كالأرض منقوصة من أطرافها فهي جاءت من أجل إلغاء الفقر المضقع والفاحش وجاءت من إلغاء الغنى الفاحش من أجل أن تضع طبقة وسطة كبيرة تشكل شكلا بيضاء إلغاء الأغنية أم تخفيش الغنى الفاحش بل مانع من واحد مجتهد وأقام شركات وغنى ويدفع الزكوات ويساعد المجتمع لن يكون فاحشا مهما كان سوف يكون جزء كبير من تروتهم وزع على المجتمع بأكملين وبالتالي سيلغي الفحش إذن الفحش هو عدم مساعدة الفقراء وليس كمية المال وهو عدم التوزيع العادي للتروة الفحش في التروة يعني إذا واحد سيدي مليار دير أو أكثر من مليار دير هذا ليس فاحش إن كان حالانا الفحش المهم أنه يساعد ويدفع ما عليه يقدم قواعد التوزيع بمعنى يعتمد معايير توزيع للتروة العادي على المجتمع وأيضا جاءت للعمل على انقراض الفقر الفاحش يعني أنه لم يلغي الإسلام الفقر هكذا ولكن على الأقل أن يكون الإنسان قادرا للعيش وليهذا الشكل قد يكون إهليجي وليس هرمي فكنا نتكلم عن غاية العمل الحضاري ونص القرآن نعم فغاية العمل الحضاري إذن إيجابي عن هذه الإشكاليات إشكالية المرأة إشكالية الفن إشكالية الديمقراطية إشكالية سلامة البيئة إشكالية صراع الطبقي الذي أحدثته الرأسمالية إشكالية الرأسمال وكيف ننضبطه بقواعد الاقتصاد الإسلامي مسألة الريبة، مسألة الغرور، مسألة هاضر عموال الدولة، مسألة التبدير، مسألة كل هذه قضايا بمعنى أنها إشكالية حديثة أنتجتها لنصيطة الرأسمالية العالمية على الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد المجتمعات الإسلامية حتى هناك موضوع الربع سيدي وإن كان هكذا استطراض بسيط سمعت من بعض العلماء أن البنوك الربوية توصيفها الفقهي أنها ليست عقد ربوي وإنما شركة فاسدة فالبنك يعطي قرض مقابل أن يعمل هذا الرجل بما أن الربح محدد ويعود إلى النسبة هنا يأتي الفساد وإنما هذا ليس عقد ربوي طبعا هذه فكرة نواة فكرة تحتاج إلى دراسة أعمى نعم أنا طبعا لست متخصص في هذا القضاء حتى أعطي رأيي في الموضوع إذن فغايات العمل الحضاري معناه افتراض أو فراضيات أجوبة على إشكالية العصر وهذه لا يمكن أنه إلا بفهمينا لروح العصر وبالسنن التي تحكم العصر وبالعلاقات التي تحكم الطبقات ونظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الدولي والإقليمي والمحلي فهذه قضية لا يمكن أن نتركها للعبات لابد من التفكير ما هي غايات العمل الحضاري لكن هذا غير كافي لابد أن تكون غايات العمل الحضاري منضبطة بغايات النصر القرآني بمعنى أننا لا لأننا مستخلفون في الأرض ونحن نؤمن بأن الإنسان مستخلف في الأرض وما دام هو مستخلف في الأرض فالاستخلاف المرغوب فيه والمطلوب دينا وهو استخلاف الراشد واستخلاف الراشد في ديننا معناه وهو أن الاستخلاف كله يجب أن تكون مملؤا بالغاية المركزية من الوجود ألاوي عبادة الله عز وجل بمعنى كل قوالب العمران القالب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياس وغيرا يجب أن يكون ملففا بغاية الغايا الكبرى ألاوي عبادة الله عز وجل وهذا لن يتأتى إلا بالعودة إلى معرفة غايات النص القرآني وفي تخطيري بين غايات النص القرآني أيضا على الأقل نقول بأن حوالي 15 إلى 20 غاية مركزية في النص القرآني علينا إدراكها إن أردنا بالفعل أن نقيم عبادة أو خلافة استخلافا لا أقول الخلافة الخلافة نظام سياسي وهو نظام مدني بالمناسبة وهو دولة مدنية الخلافة الراشدة دولة مدنية وليس الدولة الدينية فهذا يتطلب مننا أيضا معرفة غايات النص القرآني لكي نلائم ونوافق ونقيم بعملية توليف سليمة ما بين غاية العمل الحضاري للمسلمين في المعاصرين وبين غاية النص القرآني التي جاءت من أجل الاستخلاف وإنجاز العمران والحضارة هناك سؤال يرد في هذا السياق هل جاء الإسلام لكي يقيم الإنسان حضارة أم جاء الإسلام لتوجيه هذا الإنسان الوجهة الصحيحة سواء أقام حضارة أو لم يقيمها فالمجتمع البدائي الآن الذي يعيش في القرن الواحد والعشرين الآن مجتمع البدائي هل جاء يأتي الإسلام لينظم حياته البدائية يجعله إنسان يعيش بسلام وبأفضل عيش كما يقال أو العشر العيش الطيب أم يوجهه لبناء حضارة في الواقع هذا يتطلب من العودة إلى غاية النص القرآن فالله قام بقى معنا دقيقتان فقط فالخلق وسيلة للعبادة وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبوده نعم فهي غاية من غاية النص القرآن عبادة الله لكن تجد في كثير من الآيات في آية الصوم وفي الحاج وغيرها تجد بأن أعبود الله بين قرآن لعلكم تتقون وتسبق العبادة wasile من وسائل التقوى والتقوى في النص القرآني هو السلم الاجتماعي في القدير فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإهم والعدوان فالتقوى مناقد للعدوان إذن فالتقوى في النص القرآني يعني كف العدوان يعني السلم الاجتماعي معنى الاستقرار والاستقراره شرط للاستخلام هل يمكن أن تقوم التنمية في وضع الفوضى القائمة في سوريا وليبيا والعراق إذن لا بد من التقوى أي السلم الاجتماعي إذن العبادة غاية السلم الاجتماعي والسلم الاجتماعي تتقون تنتهي لي لعلكم تشكرون والشكر في النص القرآني يعني هي حمد الله عملا ألا داودا اعملوا شكرا بمعنى أنه أيقامة العمران وهكذا ترى بأن النص القرآني يبدأ بالعبادة لله عز وجل من أجل الاستقرار والسلم الاجتماعي من أجل العمران والاستخلاف في الأرض وبالتالي تسبخ الاستخلاف من الغايات الكبرى في النص القرآني أي العمران وإقامة العدران بمعنى أن الإسلام بالفعل جاء من عجل إقامة الاستخلاف لكن هذا الاستخلاف الذي يكون قائم على عبادة الله وعلى غاية التقوى وعلى عاية الشكر وعلى علكم ترحمون وعلكم تعقلون كله تصبوا في هذا الاستخلاف يتقدر بأن الإسلام جاء لإقامة الاستخلاف في الأرض لكن أي استخلاف؟ الاستخلاف الراشد وأي استخلاف الراجل وهو عبادة الله في هذا الأرض من خلال بنيان السياسي أو البنيان الحضاري لتلك الأمم سواء كانت في الغرب أو في الشرق أو عندنا جزاكم الله خير وفضيطي الأستاذ على تحت هذه الفرصة جزاكم الله خير وإنتم عزيزي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم دبتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا